قبل ما نبدأ ياريت توصلوا الفيديو ده لسبع تلاف لايك على اليوتيوب عشان ننزل الفيديو اللي بعده في اسرع واق في البداية حابين ننوه اننا فتحنا قناة جديدة للملخصات الافلام اسمها فيلم في البريك هتبقى متخصصة بس في ملخصات الافلام والمسلسلات هتلاقي رابط القناة في صندوق الوصف خلصنا الجزء الاول من اركح الراس النينجا لقسنا عشر لما لصوص الكبور راحوا هجموا على عشرة كوهاكو والصبح يا متو جمع فريقه وقال لهم صورة هيبقى معانا لحد سايمة يخيف ودلوقتي هنبدأ تدريباتنا كفريق فنروتو قال له انا عايز اسأل سؤال هو ممكن يبقى في نينجا بيستعدم العناصر الخامسة بتاعتها اللي تشاكرة كلها فياماتو قال له صعب جدا انا عمري ما شفت نينجا عمل كده فنروتو قال في دماغه امال الزيفوكا دي عملت كده وفجه اسمجه وقال لياماتو ما تتدربوش كفريق خليهم يتدربوا فرادة الاول فاماتو قال له طب طالما انت مميز في عنصر الرياح درب نروتو وسورة هم بيستخدموا عنصر الرياح زيها فسما بدأ يدربهم والتدريب كان انهم يحدفوا كنايب الرياح على الشجر ويخلوا الفتحة اللي الكنايب يعملها في الشجرة صغيرة وقعدوا طول النهار يتدربوا لحد ما تعبوا وراح ياماتو بعد كده لمكتب تسنادي وتسنادي قالت له اتشرك وبعت لنا رسالة وبيقول فيها ان سورة يبقى ابن كازو ماهو بيحكي لنا انه مرة زمان رجع لقى معبد النار كله متضمر وكل الرهبان اللي كانوا هناك ساعتها قالوا ان سورة اتحول لوحش وهو اللي دمر المعبد بس تشارك وما يعرفش ازاي سورة اتحول ولا يعرف السبب اللي خلاه يدمر المعبد وعيزنا نساعده ونعرف بما ان سورة عندنا هنا في القرية وعد اليوم وتانيوم اسوما خد سورة واشترى له انصال بدل اللي اتكسرت منه في المعركة مع زعيم لصوص الكبور وبعض كده سابه وسورة وهو ماشي في القرية زعيم لصوص الكبور طلع عليه وقال له انا قلت لك قبل كده انك بتضيع قوتك وهقول لك حاجة كمان اسوما كان من الخونة وهو اللي قتل ابوه فسورة لما سمع الخبر ده اتغير وبدأ يرايب اسوما وبالليل قوات الانبو كانوا بيرابوا دانزو باوامر من تسونادي وقابضوا عليه وهو بيقابل نينجا من قرية المطر اسمه تاتسوجي وتسونادي جابت اسوما ويامته وبدأ اتحقق مع دانزو وتاتسوجي وقالت لدانزو اللي يخليك تقابل نينجا من قرية المطر وهم متهمين بتدمير القرية اللي جنبنا فدانزو مردش عليها فاتسونادي جابت ابوكي عشان يستجويب تاتسوجي لانه خبير في الاستجواب بس فاجأ دخل مستشرين القرية هومارو وكوهارو وقالوا لتسونادي تاتسوجي دا عامل مزدوج بيمد دانزو بالمعلومات وبيمدنا احنا كمان بالمعلومات فما فيش خطورة منه والتقارير اثبتت ان قرية المطر ملهاش علاقة بتدمير القرية اللي جنبنا زاد ان نعرفنا ان لصوص الكبور عايزين الولد اللي اسمه سورة لانه جواه قوة خارقة مش معلوم مصدرها هو ممكن يبقى خطير فاتسونادي قالت لهم طب نقتله ولا نحبسه بس سورة كان بيسمعهم والانبو شفوه وجبوه وسورة قال لهم انت هتقتلوني ليه وقال لأسوما انت اللي قتلت ابويا فأسوما قال له اه انا اللي قتلته فسورة ايده تحولت ليد الوحش وهجم عليه فأسوما تصداله وكسروا القوضة اللي هم فيها ونروتو هو ماشي شاف التكسير فجري ورحل هنا وقسوما ضرب سورة والانبو حدفوا عليه شريكن وكان خلاصها يموت بس نروتو وصل واخد الشريكن مكانه وسورة اهم وقال لأسوما انا هنتقم منك وماشي بعد كده ورحل زعيم لصوص الكبور والزعيم قال له ابوك كان شايف ان ما ينفعش يبقى في حاكم اقطاعي لبلاد النار وفيه هكاجي لكونوها لان كونوها تحت ولاية بلاد النار وكده هيبقى في حاكمين وكان عايز يخلي الحاكم الاقطاعي يحكم كونوها ومات بسبب طموحه ده وانا عايزك انت تكمل بداله وتقتل الهكاجي الحالية وتعالج نروتو بعد ما خد الشريكن مكان سورة وخرج من المستشفى هو بالليل وهو ماشي يحس بسورة وشافه رايح لمكتب تسونادي فجري بسرعة ودخلها مكتبها وانقذها من هجوم سورة وحاول يمسك سورة ويوقفه بس معرفش فسورة هرب ونروتو جري وراه وفجأة النور اطعف في القرية كلها فتسونادي جمعت كل الجنن واعلنت حالة الاستعداد القصوى لاي هجوم على القرية وشوية ووصل لصوص الكبور عند البوابة التانية بتاعت القرية وبدأوا يشتبكوا مع نينجا القرية وكانوا بيشقوا الارض وبيوقعوهم عشان يكملوا طريقهم ووقفوا بعد كده وفوين استدعت بوابة كبيرة وابراج عشان تبقى حاجز دفاعي ليهم والحاجز الدفاعي ده خلهم يحبسوا كل اللي في كونوها جوه القرية وبدأ الزعيم يتكلم وقال لنينجا كونوها احنا عايزين بلاد النار يبقى ليها حاكم واحد بس اللي هو الحاكم الاقطاعي وعايزين نشيل الهوكاج بتاعتكو فنينجا كونوها استغربوا من كلامه ومر واحدة فودو دخل واستخدم تقنية من عنصر الارض اسمها ارض الجسس وطلع جسس لنينجا ميتين عشان يقتلوا نينجا كونوها وبدأ نينجا كونوها يقتلوا الجسس وساكورا نزلت تعالج النينجا المصابين وكونو هامارو بدأ يود السكان لمناطق اامنة وكان لسه ناروتو ورا سورة وجالهم اسمه وقال لسورة لصوص الكبور دول سرقوا جسس ناواما وسيتو وتووكي تاني عشان عايزين يرجعوا الجسس دي للحياة تاني وعايزين يبيدوا كل اللي في كارية كونوها بالجسس دي فسورة قال له انا ما عنديش معلومة بكده وجيري سورة عشان يحاول يفهم وناروتو جيري ورا سورة ومسكه فسورة قال له اسمه قتل ابويا باوامر من ابوه الهوكاج الثالث فناروتو قال له اكيد انت فاهم حاجة غلط وهجم سورة على ناروتو فناروتو كسر له جزء من الناصل بتاعه وجيري سورة تاني وظهرت فوكا قدام ناروتو واسمه جيري هو كمان وراح عند محط توليد الطاقة ولقى الجسس الاربعة هناك والكهرباء كانت مقطوعة عن القرية عشان لصوص الكبور استخدموا تقنية لاعادة احياء الجسس بالكهرباء وفعلا الجسس خرجت من التوابيت وكانوا مسلوبين الارادة وبيتبعوا لصوص الكبور وتلاتة منهم انتشروا في القرية وكيتاني هجم على اسمه ووقعوا وجات ساكورة هي ويامته فاسمه قال لهم ده كيتاني والتلاتة التانيين اللي معاه انتشروا في القرية الاربعة دول افضل مستخدمين لعنصر الضوء وعايزين يستخدموا تقنية اسمها الضوء الساطع والتقنية دي خطيرة جدا وعشان يعملوها الاربعة بينتشروا في جهات مختلفة وبيحولوا المنطقة كلها بالكهرباء لرماد في لمح البصر لازم نوقفهم قبل ما يغضوا مواقعهم ويدمروا القرية فيامته ساكورة رحوا وراء الثلاثة عشان يوقفوهم وهجم كيتاني على اسمه هو اسمه تصداله فكيتاني حبس اسمه بتقنية اسمها التقييد الرعدي ومشي كيتاني والجوسة اللي فودو استدعاها من تحت الارض كانت بتكتر والنينجا بتاعكون وهي كانوا عملين يقضوا عليهم بس ما كانواش عارفين يعملوا ايه مع عددهم الكتير وفي نفس الوقت فوكا بدأت تاجم على ناروتو وضربته بالنار وبعد كده بالمية وبعد كده كهربته ويامته هو ماشي لقى فودو وهجم عليه بالخشب ففودو حبسه بصخور وجي من وراءه وضربه فيامته حما نفسه في قبة خشبية وجي من تحت الارض وخرج رمح صخرية على فودو ففودو كسرها وسورة في الوقت ده رحل الزعيم وقال له انت عايز تبيد القرية كلها فالزعيم قال له اه لما انبيدها مش هيبقى فيه هكاجي ولا هيبقى فيه اتباع للهكاجي وبلاد النار هتتوحد ده كان حلم ابوك زمان فسورة هجم عليه بالانصال وقال له مش هسيبك تقتل الابرياء فالزعيم اختفى فجأة ومسك سورة من رجله وقعد يضرب فيه وقال له انت بتغلط نفس الغلطة اللي غلطها ابوك زمان كان عايز يقتل الناس اللي بيكرههم بس وهو خد جزاءه ومات وفضل الزعيم يضرب في صورة وساكورا في نفس الوقت فوين دخلتها في الوهم وكانت شايفة ناروتو بيجري وراها وعايز يقتلها وما كانتش عارفة تخرج من الوهم بتاع فوين لحد ما واقعت واغم عليها وفوين مشيت عشان تقتلها وضربتها بس ساكورا طلعت مستخدمة تقنية اللي استبدال وجات من فوق وضربت فوين ففوين طرت لورا وساكورا قالت لها انت بتعملي الوهم بتاعك بالسم وانا كان معايا مضاد للسم بتاعك وعرفت اخرج من وهمك بسهولة وساكورا راحت ضربتها وكسرت بها الارض وقضت عليها فلما فوين ماتت الحجز الدفاعي بتاع لصوص الكبور اختفى ويامت وستخدم تقنية اسمها السيول المدمرة وضرب فوين بالمية ويامت وخلى الارض طنية ففودو اتسحب بالطين لتحت ويامت وبعد كده استخدم تقنية اسمها عش التقييد وقيد فودو بالخشب واضع عليه وكان لسه نينجا كونها بيضع على جسس فودو بس بعد فودو ما مات الجسس ما بقتش تكتر وكل النينجا جريوا بعد كده عشان يلحقوا نواما ويسيتو ويتو وكيتاني قبل ما يعملوا تقنية الضوء الساطع ويدمروا القرية بس كان فيه ثلاثة منهم وصلوا موقعهم وبدأوا التقنية وكان فاضل ان كيتاني يوصل لموقعه عشان يكملوا التقنية ويدمروا القرية ونروتو في الوقت دا كان لسه بيقاتل فوكا وبعد ما فوكا كهربته ضربته بمية فيها طين بس نروتو قام وبدأ يهجم عليها بالكناي لحد ما عورها ففوكا استخدمت تقنية اسمها تغيير اللون وشافت الجرح بتاعها بحركة بسيطة وهجمت على نروتو بالكهرباء وضربته وقالت له انت بطيق جدا فنروتو قال لها انا خلتك تضربيني عشان الهيكي وفاجأة نزلت نسختين من نروتو براسنجان وضربوا فوكا بس فوكا قامت واستخدمت تقنية تغيير اللون وشافت جرحها تاني وهجمت بالمية والطين فنروتو لاحظ انه كل ما بيصبها تقنيتها بتتغير وقال لها انت عندك قدرة انك بتقدر تخزني اجسام مختلفة جواكي وكل ما بصيبك بتغير جسمك عشان كده بتقدر فوكا قالتلو انت كشفت سري وانا مش هسمحلك تعيش واخد جسدك بعد ما قتلك ولما اخد جسمك هستخدم عنصر الرياح بتاعك عشان هو ناقص عندي فنروتو قطع جزء من شعرها بكوناي ففوكا اضايقت جدا وضربته فنروتو عمل نفسه مغمع ليه ومسك شعرها وقطع جزء كمان منه وقال لها انت بتضايقي لما بقطع شعرك اكيد شعرك ده هو مصدر قوتك وهو اللي فيه تقنياتك ففوكا اديت اكتر وهجمت بشعرها فنروتو قطعه تاني بالرياح وبعد كده ضربوا بالراسنجان وقضع على فوكا ومشي عشان يروح لسورة وسورة كان لسه بيتضرب من الزعيم والزعيم قال له انت وحش زمان لما الكيوبي هجم على كونوها الهوكاجي الرابع ختمه جوه واحد من اطفال قرية كونوها بس قبل الكيوبي ما اتختمت صربت منه تشاكورا فخدنا احنا التشاكورا دي وختمناها فيه عشان يبقى معانا سلاح قوي زي كونوها انت جنشوريكي مزيف وعشان كده اتحولت الوحش ودمرت معبد النار زمان فسورة اتصدم لما عرف حقيقته وفي نفس الوقت اسوما قدر يخرج من تقنية التقييد الرعدي بتاعت كيتاني وجيري ورا كيتاني وقتل وقبل ما كيتاني يوصل ويعمل تقنية الضوء الساطع فالزعيم عرف ان كيتاني مات فقال كده نوما وسيته وتوه ملهمش لازمة لان تقنية الضوء الساطع لازم تتعامل وهم الاربعة موجودين مع بعض فكده لازم اخفي نوما وسيته وتوه وفعلا خفاهم والزعيم قال لسورة كده ما قداميش غير ان استخدمك انت هو فك الختم اللي عليك وخرج منك تشاكرة الكيوبي عشان تتحول لوحش وتفدني واستخدم الزعيم تحرير ختم العناصر الخامسة وحررت شاكرة الكيوبي من سورة ونروت وقاسه ما جمشه في سورة ونروت وحاول ينقذه بس سورة ما كانش قادر يسيطر على الشاكرة وضرب نروتو فنروتو قام وزعق للزعيم وقال له انتو ليه شايفيننا وحوش وجيري نروتو وهجم عليه بس الزعيم ضربه وبدأ سورة ياخد شاكل الكيوبي وظهر عنده ديل من التسع ديول بتوع الكيوبي وهجم على نروتو فقاسه ما حما نروتو وياماتو جيه هو وساكرة وحماهم بالخشق وقام نروتو استخدم نسخ الظل عشان يوقف سورة بس سورة ضربوا بكمبيلت بيجو فياماتو مسك سورة بالخشب وقاسه ما راح يقتل الزعيم وقاسه ما وهو بيقتل الزعيم اكتشف ان هو ده كازوما ابو سورة وقاسه ما كان فكر ان هو قتله زمان بس كازوما ما كانش مال وقاسه ما وسورة ما كانوش عارفين ان ده كازوما عشان شكله تغير بعد ما اختفى هو كبر ونروتو قال لي ياماتو ما تعرفش تكبحت شاكرة الكيوبي زي ما عملت معي فياماتو قال له انت كنت لابس ساعتها قلادة الهوكاجي الاول وده ساعتني بس سورة معهوش القلادة دي وفك سورة الخشب بتاع ياماتو هجم على ساكورة فنروتو حماها وشي كامارو جيه هو وشي كامارو وقف سورة بمحاكاة الظل وشي كامارو مدت ايدو ومسكو ونروتو قال لي سورة انا مختم جوايا الكيوبي انا جين شوريكي زيك وعانيت من كل اللي انت عانيته فسورة قال له انت كذاب ازاي انت جين شوريكي وعندك صحاب انا ما عنديش صحاب خالص فنروتو قال له احنا صحابك بس سورة انفعل ويدي تشوجي اتحرقت من تشاكورة الكيوبي فاينو استخدمت تقنية نقل العقل بس لما دخلت جوا عقل سورة وشفت تشاكورة الكيوبي خافت وخرجت تاني وليه يجي هو وكيب عشان يساعده بس سورة في الوقت ده ظهر عنده الديل التالت من التسعة ديول بتاع الكيوبي فكله بقى بيهجم عليه وبيحاوله بس كان بيضربهم وقين وساكورة كانوا بيعالجوهم عشان يرجعوا يهجموا تاني وياماتو كان بيحاول بالخشب لحد ما نروتو راح لسورة ومسكوا وقال له فوق بس فاجأة نروتو اتسربت منه تشاكورة الكيوبي وظهر عنده ديل ونروتو ما كانش عارف ده حصل ليه فياماتو جاري على نروتو باسلوب الخضوع وحواطه باعمدة مسمارية بس اسلوب الخضوع ما كانش فعال ونروتو ظهر عنده تلت ديول بس كان لسه فوعي وكان عايز ينقص صورة وسورة هجم على نروتو وبدأ بعد كده جلده يسيح وظهر عنده الديل الرابع وتحول تحول المصغر لشكل الكيوبي وضرب نروتو تاني فنروتو بدأ هو كمان جلده يسيح وكان هيفكد السيطرة على الكيوبي بس كان متماسك ومش عايز الكيوبي يخرج وعور نفسه عشان يجبح الكيوبي وكل صحابه كانوا واقفين قلقانين عليه لحد ما نروتو قدر يجبحت شكرة الكيوبي ورجع لطبيعته وصرخ في سورة وقال له ارجع لوعي وكان لسه اسوما بيقاتل كازوما وما كانش عارف يهزمه وفجأة سيجه ورسم تعبين ومسك كازوما بيها فكازوما قطعها وجري على اسوما فاسوما قتله ونروتو جري على سورة بس سورة ضربه فساكورة جريت على نروتو عشان تعالجه بس سورة ضرب عليهم كومبيلت بيج وفاية ما تحمل وقفين معاه بقبة خشبية ونروتو حما ساكورة وبعدها عن مكان القتال وقام نروتو يحاول تاني وسورة كان عمال يضرب فيه وبدأ نروتو يكلمه تاني فسورة حسب نروتو وبدأ يسيطر ويتخلص من الكيوبي وقعد يخرج الكيوبي منه ونروتو جري وضربه عشان يساعده ونجح سورة وخرج الكيوبي منه ووقع بعد كده فنروتو رح يفوقه وقال له احنا كلنا صحابك وكل النينجا جوم يتطمنوا على سورة وتاني يوم سورة بعد ما تعالج ودعهم وقال لهم انه هيلف العالم عشان يبقى ليصحاب في كل مكان ومشي سورة بعد كده من القرية وفي الوقت ده كان فيه اثنين بيجروا ورا واحدة من قرية السحاب وبكده يبقى خلص اركحوا الراس النينجا الاثنى عشر من اني مي نروتو شيبودن وبنفكركم تاني اننا فتحنا قناة جديدة لملخصات الافلام والمسلسلات اسمها فيلم في البريك هتلاقي رابط القناة في اول كومنت ولو حابب تتواصل معنا فاحنا عملنا بيج جديدة على الفيسبوك هتلاقي اللينك بتاعها تحت في وصف الفيديو ياريت تعملوله الفولو لو عايزين يوصل لكو كل جديد عن القناة في النهاية لو الحلقة عجبتك بتنساش تعمل سبسكرايب ولايك للحلقة